أذكر آخر مواقفي معاه أيام استشهاد زوجي وأبنائي وأبناء عمي فكان هو كما تعلمون استقبل خبر بكل شموخ وقالها الله يسهل عليهم لما كلمني بعد استشهادهم ليعزيني فكنا نتكلم وكأنه لم يحدث شيء رغم أن المصاب جلل فقال لي وين سلامات يا أم الشهداء فقال لي وين أنت يا أبو الشهداء وجد الشهداء فكنا نتبادل الابتسامات طيب أي ناس بمناسبة الابتسامات يعني أنت تبتسمين الآن بينما هناك الملايين حول العالم يبكون استشهاد إسماعيل هنية من أين لك هذه القوة ولماذا تبتسمين شوف أحكي لك لما تكون أنت داخل امتحان ودارس له منيح راح تخلص وأنت مبسوط من إجاباتك لأنك ضامن النجاح فلما إحنا دخلنا هذه المسيرة وأبو العبد هنية دخلها كان ضامن شو أخريتها وشو نتيجتها فهذه نتيجتها شهادة يفرح بها المؤمنون وأيضا إنه عرص وليس عزاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر